اشتركوا في القناة تولي اهتماماً بالغاً وجهوداً متواصلة من أجل أن تكون كافة مناطق المملكة ضمن مسارة التطوير الخدمي مؤكداً حرص الوزارة على استمرار التواصل مع الأهل في مناطقهم من خلال الزيارات الميدانية للاستماع لملاحظاتهم واحتياجاتهم وتوفيرها بحسب الإمكانيات والموارد المتاحة وتابع أن العمل جار ضمن استراتيجية الوزارة لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والخدمية في المحافظة الجنوبية والتي تسهم في تحقيق تطلعات المواطنين من بينها مشروع تطوير طرق مجمعي 915 و916 ومشروع تطوير طرق مجمعي 913 و917 في الرفاع ومشروع تطوير تقاطع شارع الرفاع مع شارع محرق وكذلك مشروع عادة تأهيل الحدائق العائلة ونون وبكوارة والأنصار وأردف الوزير أنه من المتوقع بدء العمل في مشروع تطوير تقاطع شارع الرفاع مع شارع المحرق خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث تبلغ نسبة إنجاز التصاميم الفصلية للمشروع 90% ترجمة نانسي قنقر